في ظل الأزمات المتتالية التي يعيشها لبنان مالياً واقتصادياً إضافة إلى العقبات التي تعترض ملف النفايات يشهد كل من السراي الحكومي ومقر عين تين سلسلة لقاءات للبحث في كيفية إيجاد حلول مناسبة فقد كشف وزير الاتصالات بطرس حرب عقب لقائه رئيس الحكومة أمام سلام أن هناك عدة أمور تبحث حالياً بشكل جدي لحل حالة أزمة النفايات وقال أنه بعد التشاور مع الرئيس سلام فإن لا رغبة لدينا في الاستمرار في إدارة البلاد في جو من عدم التعاون من قبل بعض القوى السياسية لكن في نفس الوقت هناك قرار بعدم اللجوء إلى ردود فعل سلبية في مواجهة العراقيل المتعلقة بملف النفايات ولفت حرب إلى أن الرئيس سلام وضع الجميع أمام مسؤولياتهم على طاولة الحوار وفي حين عدم إيجاد الحل ستضطر الحكومة إلى أن تعلن موقفها بالصوت العالي والتتحمل الأطراف التي عطلت مسؤوليتها أما حاكم مصر في لبنان رياض سلامي فقد تحرك أيضاً باتجاه المقرين مطلعاً رئيس الحكومة أمام سلام على الوضع المالي وتدعيات التأخر في إقرار المشاريع المالية الملحة والتشريعات المتعلقة بالمالية العامة والقطاع الخاص والقوانين التي تمس تمويل البنية التحتية والنشاط الحكومي بالعملات الصعبة هذه المواضيع نقلها سلامي أيضاً إلى رئيس مجلس النواب نبيه برري وجرى عرض للمشاريع المدرجة على جدول أعمال الجلسة التشريعية وكان سلامي شدد على ضرورة انعقاد مجلس النواب لإقرار قوانين تتعلق بقروض التنمية وإصدار الديون إقرار القوانين ذات الطابع المالي الملح كانت كذلك في صلب لقاء الرئيس برري مع وفد من جمعية المصارف برئاسة جوزيف طربي الذي حذر من التأخر في إصدار القوانين وطالبه بجمع المجلس النيابي وإقرارها لأنه في حال عدم حصول ذلك قبل نهاية هذا العام ستلحق ضرراً كبيراً وفادحاً بسمعة لبنان المالية وبمعيشة اللبنانيين وبصورة خاصة القوانين المطروحة بالنسبة لموضوع مكافحة طبيض الأموال وكذلك السلف والقروض المقررة من صندوق النقد الدولي ومن الصناديق العربية في حال أي تعصر على هذا الصعيد سينعكس هذا على كل شيء سينعكس على التحويلات إلى لبنان سينعكس على انتقال الأموال من لبنان وإلى خارج لبنان وسينعكس أيضاً على تمويل التجارة الخارجية بلبنان نحن أمام تحدي كبير جداً ونعتقد أن المجلس النيابي سيرد هذا التحدي ويصوت على هذه القوانين في أكثر فرصة عاجلة الرئيس بر استقبل كذلك النائب سمير الجسر وعرض معه أجواء الجلسة التشريعية المقبلة وكان الجسر أكد أن الطريقة الوحيدة للإنفاق هي عبر القروض الميسرة لذلك فإن التشريع فيه مصلحة وطنية